قصة ارتباط محمد فؤاد وصابرين بدأت سنة 1990 لما عمل محمد فؤاد ألبومه الجديد اللي اسمه اسألي وكانت صابرين هي الموديل لكليبه وعملت الأغنية نجح كبير وبعد فترة قصيرة اتفاجئ الجمهور بإعلانه ارتباطه ببطلة كليب وصابرين واختبتهم وسط أجواء من الفرحة في الوسط الفن ومجلة الكواكب حطت صورتهم على الغلاف وكتبت أحدث عروسين صابرين ومحمد فؤاد وكل الصحف والمجلات والجرايد كتبت عن الخبر وحطت صورهم لكن للأسف الخطوبة دي ما طولتش وانفصل الثنائي في سرية تمة بعيد عن الأنظار والصحف والجمهور وما قالوش السبب الانفصال ده سب جرح عميق جدا جوه محمد فؤاد وكان المستفاد الأول منه هو جمهور فؤاد بسبب الأغاني القوية الجميلة اللي خرج بيها محمد فؤاد داخل الاستيديو فشاف مغني مش معروف اسمه مجدي ربيع جاي سجل أغنية اسمها هودعك من كلمات مصطفى كامل وقالحان حسن دنيا وعجبته الأغنية جدا وقال بس هي دي الأغنية اللي هتعبر عن حالته مع صابرين فأصار انه يشتريها بأي تمن وفعلا اشتراها وطلعت الأغنية المفاجأة بقى في تصوير الأغنية الفترة دي بالذات كان وجود الموديل شيء أساسي في كل أغنية محمد فؤاد ما جابش موديل في الأغنية علشان استبدل الموديل بهدايا صابرين له في فترة الخطوبة علشان يحكي عن اللي حصله بالانفصال والكليب فعلا حقق نجاح غير متوقع حتى بالنسبة لمحمد فؤاد ترجمة نانسي قنقر